السلام عليكم ورحمة الله وبركاته موضوع هرمون التجذير سويت عليه فيديو طويل الفيديو المختصر باختصار بالأفكار الملهمة اللي اقترح اليوتيوب اقترح انه تكلم عن موضوع صناعة الهرمون التجذير منزينية وبالتالي السبب لانه يقول كثير من المشاهدي القناة بحثوا هذا الموضوع باخوان باختصار موضوع واكو فيديو شرح مطول على الموضوع هذا بالنسبة الهرمون التجذير اللي احنا نستخدمه الاندول بيوترك اسيد والنفتة لين اسيتك اسيد الان اي اي هؤلاء الاثنين هم منظمات نمو صناعية يعني ليست طبيعية بالتالي عمليا ما تتحضر بالبيت ولا يمكن تحضيرها الا في المختبر اضافة الى ذلك انه اي زيادة بالتركيز رح يسبب لك حرق بالعقل واي نقص بالتركيز رح يسبب بدون فائدة ولذلك اخوان بكل باختصار كل المواد الاضافية الاخرى اللي هي ماء الصفصاف ماء جوز الهند القرفة العسل الاليفيرا هذه مواد هي منظمات يعني او مساعدات تجذير بشكل ضعيف جدا يعني لا تقارن بالاندولبيوترك اسيد والنفثالين اسيتك اسيد لا تقارن به هؤلاء هؤلاء يعني الطبيعية هو عبارة عن ممكن تنشط الجذور اضافية يعني وعد ما ينبت العقل تتجذر ممكن تحفز نمو جذور اخرى او زيادة فيه وعلى العموم شلون انجح بزراعة الهقل هناك موضوع اهم من الموضوع اللي اندول من الهرمونات التجذير الموضوع باختصار اخوان انه اني ممكن انجح بالرطوبة مهمة جدا تكون الرطوبة عالية جدا الظل عندي قليل تهوية الحرارة احنا بدون تدفئة مع الحرارة البيت البلاسكي تكسبه بالنهار هذه الامور اهم جدا من هرمون التجذير اخوان باختصار ممكن تنجح بدون هرمون التجذير ومع هرمون التجذير ممكن تفشل ليست المشكلة بهرمون التجذير هرمون التجذير واحد من اسباب كثيرة وقد يكون ليس الاهم الاهم درجة الحرارة الرطوبة الوسط الاضاءة كل هذه الامور ممكن تأثر وتكون هي عامل لك عامل النجاح لذلك انتباه على هذه الخطوات افضل من انه تبحث عن بديل الهرمون اجدد سياح تحياتي